أهلا بكم مشاهدنا الكرام لعدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء نقرأ تراجع الأسعار مع بداية التصنيع والاستيرات في تفاصيل جديدة عن ملف السيارات المستوردة والمصنعة بالجزائر فيات ستقوم بتصنيع أربعة أنواع من المركبات في الجزائر حيث أكد وزير الصناعة سيد أحمد زغدار أن أسعار السيارات ستعرف تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع والاستيراد للمركبات التي ستؤدي إلى وفرة في العرض لسيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربحة التي ستكون مدروسة ووفق الشروط تقوم الوزارة بمفاوضات مع عدة مصنعين يرغبون في إقامة مصانع لهم في الجزائر وإنتاج بعض أنواع سياراتهم وهي المفاوضات التي أصفرت لحد الآن عن اتفاق مع أحد أهم مجمعات صناعة السيارات في العالم وهو مجمع ستالينتيس المالك لعلامة تأفيات الإيطالية في انتظار أن تتوج المفاوضات باتفاقية أخرى قريبا وستقوم هذه العالمة بتصنيع أربعة أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية للمصنع بستين ألف سيارة سنويا بداية من السنة الأولى لتصل بعدها إلى تسعين ألف مركبة سنويا إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت في هذا المقال الجزائر ستواصل الإطلاع بدورها كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في إفريقيا حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة أمس الأربعاء بوهران أن الجزائر ستواصل الإطلاع بدورها كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في إفريقيا وتقديم دعمها الكامل لتنفيذ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية وأبرز الوزير في كلمة له خلال مراسم افتتاح أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن إلى إفريقيا أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وانطلاقا من التزامها الدائم والثابت بنصرة قضايا إفريقيا لن تدخر جهدا في سبيل إعلاء وترقية مبادئ منظمتنا خلال تنفيذ الولاية القارية المنوط بها من قبل الاتحاد الإفريقي الذي ساند ترشحها لهذا المنصب كعضو غير دائم لمجلس الأمن الأممي إلى جريدة أخبار الوطن التي عنونت التقاعد صندوق بحاجة إلى الإصلاحات وفي هذا الصدد يقول المقال أكد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال لقاء جمعهم بالمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عبدالي جعفر بحر هذا الأسبوع على ضرورة خروج الصندوق الوطني للتقاعد من العجز المالي خلال دخوله مجال الاستثمار والتفكير في مجالات متعددة كالفلاحة الصناعة وغيرها لتحقيق أرباح إضافية مشددين على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين على مستوى مراكز البريد كما تسألوا عن إمكانية احتساب سنوات العمل في إطار الإدماج المهني وفي التقاعد وحثوا عن التنسيق بين الصناديق لمعالجة ملفات مصاري المتقاعدين وإجبار القطاع الخاص على التصريح بمبالغ المؤمنين إلى جريدة الإخبارية التي عنونت في هذا المقال تنقية وصيانة قرابة 700 ألف بلوعة وقناة تصريف مياه الأمطار ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوارث فصل الشتاء حيث باشرت الجماعات المحلية جملة من الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوية ما سمح برفع أزيد من 400 ألف طن من الأتربة والنفايات حسب ما أوردته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها أمس الأربعاء يقول المقال ومكنت تلك الإجراءات إلى غاية نهاية شهر نوفمبر المنصر من تنقية وصيانة 696 ألف و751 بلوعة وقناة تصريف مياه الأمطار بـ 68.5% منها متواجدة على حواف الطرقات والشوارع الرئيسية فيما تتواجد البقية على مستوى المناطق الأخرى سيما المنخفضة منها والأنفاق كما كشفت الوزارة عن إحصاء 60 ألف تدخل لإصلاح الإختلالات والأعطاب على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا هذا موعد صدور النتائج النهائية للإحصاء العام السادس للسكان والسكن حيث قدم وزير الرقمنا والإحصائيات خلال اجتماع الحكومة أمس الأربعاء عرضا يتضمن حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان التي أجريت في الفترة ما بين 25 سبتمبر وال 16 أكتوبر 2022 وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الاجتماع الذي انعقد برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن فإن النتائج الأولية لهذا الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان سيقدم ثلاثة أشهر من انتهاء عملية جمع البيانات بحلول منتصف جونفي 2023 بينما ستكون النتائج النهائية متاحة بعد ستة أشهر من تاريخ إجراء عملية الإحصاء مقال آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيه إيداع أربعة أشخاص الحبس بتهمة الممارسة غير القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث أصدرت محكمة الشراق بالعاصمة أمس بيانا بخصوص ظاهرة الممارسة غير القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأوضحت ذات المحكمة أنه في إطار محاربة ظاهرة الممارسة غير القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكذا تنويرا للرأي العام تم متابعة أربعة أشخاص وإحالتهم أمام قضية التحقيق وذلك وفقا لذات البيان بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من أجل ممارسة مهن الصحة بطريقة غير شرعية وبعد استماع قضية التحقيق للمتهمين أمر بإداعهم الحبس المؤقت موقع الخبر عنونا مركبات نفعية قرار وزاري حول رخصة السير حيث رسلت وزارة النقل مديرياتها في كافة الولايات أمس الأربعاء من أجل التعليق المؤقت لاشتراط رخصة سيارات العربات للمركبات النفعية برقم التسجيل الثلاثة وحسب التعليم المذكورة فإن التعليق يخص المركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة خمسة أطنان وذلك إلى إشعار آخر وأرجعت الوزارة سبب اتخاذها هذا القرار إلى الطلبات الهائلة لرخص سير العربات المودعة على مستوى مديريات النقل وكذا الصعوبة الناجمة في تطبيق أحكام المادة الواحدة والخمسين من المرسوم المحدد لشروط تسليم الرخص المذكورة والتعليم الوزاري المؤرخة في 27 أكتوبر 2022 وكان إعلان قرار اشتيرات رخصة السير في الأيام الأخيرة قد تسبب في حالة من الارتباك لدى مالكي ذاتي الصنف من المركبات حيث شهدت مديرية النقل بالعاصمة توافد عدد كبير من المواطنين للحصول على الرخصة المذكورة إلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع روسيا اليوم الذي عنون المفوضية الأوروبية تقترح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا حيث اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها الأسكرية في أوكرانيا وجاء في بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فونديرلاين أن الحزمة الجديدة من المخطط تضم عقوبات ضد ثلاث مصارف روسية والحظر الكامل على التعاملات مع مصرف عموم روسيا لتنمية الأقاليم وتضمنت المقترحات أيضا حظر أربع قنوات تلفزيونية روسية في إطار التصدي لآلة الدعاية الروسية حسب البيان وتستهدف العقوبات الجديدة كذلك قطاع الطاقة الروسي بحظر الاستثمارات في قطاع التعدين وتسعى المفوضية الأوروبية كذلك إلى منع روسيا من شراء طائرات مسيرة بما في ذلك عبر دول ثالثة إلى موقع البي بي سي عربي الذي عنون روسيا وأوكرانيا بوتين يقول أن خطر الحرب النووية يتصاعد لكن بلاده لم تصب بالجنون حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خطر حرب النووية يتصاعد لكنه أكد على أن روسيا لم تصب بالجنون ولن تكون البادية في استخدام أسلحتها النووية وأصر بوتين على أن بلاده ستستخدم أسلحة الدمار الشامل فقط ردا على هجوم تتعرض له وقال أيضا خلال حديثه في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان الروسي أن الحرب في أوكرانيا قد تكون عملية طويلة ويعتقد مسؤولون غربيون أن بوتين خطط في البداية لتحقيق انتصار سريع يقول المقال إلى موقع الانديبندنت عربية وفي شأن التونسي عنون أزمة الدواء في تونس تتفاقم بإضراب الموزعين وقالت الغرفة النقبية للمؤسسات الصيدلية لموزع الأدوية عبر صفحتها على موقع الفيسبوك أن قرار دخول في إضراب جاء بسبب عدم استجابة السلطات إلى مطالبها المتمثلة في تجديد شهادة تمنحهم إعفاءات ضاربية لافتة إلى أن المؤسسات المنظوية تحت لوائها تأنوا تحت وطأة أزمة مالية خانقة وقال بيان الغرفة النقبية لموزعي الأدوية أن إيقاف توزيع الأدوية سيستمر إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء إلى موقع سكاي نيوز عربية الذي عنونا قاتلان في احتجاجات جنوب العراق والسوداني يشكل لجنة تحقيق حيث وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شوياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق بعد مقتل وإصابة عدد من المحتجين خلال تظاهرات شهدتها مدينة الناصرية بمحافظة دقار جنوب البلاد أمس الأربعاء وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية يقول المقال بمقتل شخصين وإصابة 17 خلال احتجاجات الناصرية التي خرجت للتنديد بحكم بالسجن على ناشط مدني كما أفادت وسائل علام عراقية بإصابة ثلاث من قوات الأمن إثر تعرضهم للرشق بالحجارة من المتظاهرين إلى موقع الشرق للأخبار الذي عنونا بعد الاتفاق الإطاري خمس قضايا مؤجلة لطي الأزمة نهائيا في السودان حيث بعد توقيع اتفاق إطاري في السودان بين المكون العسكري وقوى السياسية مدنية ينتظر أن تنخرط الأطراف في مشاورات واسعة لحسم خمس قضايا رئيسية مؤجلة بغرض الوصول إلى اتفاق نهائي يطوي صفحة الأزمة الراهنة في البلاد وتتمثل القضايا الخلافية التي أرجع النقاش بشأنها في مسألة العدالة والعدالة الانتقالية واتفاق السلم المبرم في جوبا إلى جانب إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن بالإضافة إلى إزالة التمكين واسترداد الأموال فضلا عن قضية شرق السودان ومن واقع التصريحات المتواترة من أطراف الأزمة في البلاد فإن جميعهم متفقون على أهمية هذه القضايا لكن كل طرف يريد أن تتم عملية المعالجة وفق منظوره وأطرحته من هذا الخبر مشاهدنا الكرام نطير بكم إلى مونديال قطر في فقر